أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ بتفسير سورة الأحقاف وسورة الأحقاف سورة مكية وقد قررنا أكثر من مرة أن السورة المكية على القول الصحيح أنها هي التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والسور المدنية هي التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكل واحد خصائص ومميزات وصورة الأحقاف سورة مكية ومحورها ومحورها معالجة قضية الإيمان بوحدانية الله وربوبيته المطلقة والإيمان بالوحي والرسالة وهي تلك القضايا والمعاني التي تدور عليها غالب السور المكية وهي تدور على أربعة مواضيع الموضوع الأول الحديث عن القرآن وخلق السماوات والأرض للوصول إلى عرض العقيدة وإنكار ما عليه الشرك الموضوع الثاني عرض نموذجين للفطرة البشرية المستقيمة والمنحرفة في مواجهة العقيدة المستقيمة تتمثل في قول الله عز وجل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر الآيات والمنحرفة والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل إلى آخر الآيات الموضوع الثالث الحديث عن مصرع عاد عندما كذبوا بالنذير وأما الحديث الرابع فيدور حول أحد مخلوقات الله عز وجل وهو الجن وقصة استماعهم للقرآن هذه المواضيع التي تدور عليها أو تناولتها سورة الأحقاف افتتحت سورة الأحقاف بقول الله عز وجل حاميم وقلنا أن هذه تسمى سورة الحواميم وهي قد بدأت بسورة غافر وختمت بسورة الأحقاف وختمت بسورة الأحقاف كلها افتتحت بقول الله عز وجل حاميم ثم قال الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم كما قال ذلك في سورة الجاثية فأخبر سبحانه أنه نزل الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ووصف نفسه بالعزة التي لترام والحكمة في الأقوال والأفعال ثم قال سبحانه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ومطلع سورة الأحقاف يُشبه إلى حدٍ كبير مطلع السورة التي قبلها سورة الجاثية ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي لا على وجه العبث والباطل وأجلٍ مسمى أي إلى مدةٍ معينةٍ مضروبةٍ لا تزيد ولا تنقص والأجل المسمى هو يوم القيامة فإنه في ذلك اليوم تنتهي السماوات والأرض تنتهي السماوات وتُبدَّلُ الأرض غير الأرض والسماوات كما جاء ذلك في آياتٍ أخرى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ أي لاهونَ عَمَّا يُرَادُوا بِهِمْ وقد أنزل الله سبحانه وتعالى إليهم كتابًا يُتلى عليهم ورسولًا من بين أظهرهم ويتكلم بلسانهم ومع ذلك هم معرِضون لاهون ثم قال الله سبحانه وتعالى قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أي قُلْ يَا مُحَمَّدْ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَنَا خَلَقْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أي أَرْشِدُونِي إِلَى الْمَكَانِ الذي استَقَلُّوا بِخَلْقِهِ مِنْ الْأَرْضِ وَقَوْلِهِ مِنْ الْأَرْضِ تَبْعِضِيَّةِ مِنْ تَبْعِضِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ حَيَوَانٍ وَحْمًا فَهُوَ مِنْ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ يعني هل خلقوا أو استقلوا بشيءٍ من خلق الأرض أَمْ هُمْ شُرَكَاء في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَشَارَكُونِي فِي السَّمَاوَاتِ هَأُولَاءَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير وكان الأولى بكم والأجدى وأنتم أهل العقل أن تصرفوا العبادة إلى الخالق الرازق لا إلى هؤلاء الذين لم يفعلوا شيئًا لم يستقلوا بشيءٍ من خلق الأرض وليسوا شُرَكَاءَ في السَّمَاوَاتِ فَضْلًا عَنْ يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَمْلِكُونَهَا ليس لهم أيُّ شِرْكٍ أيُّ مشاركة ولو قليلة إِيتُونِي بكتابٍ من قبل هذا أي هاتُوا كتابًا من كُتُبِ الله المُنَزَّلَةِ على أَنْبِيَاءَه يَأْمُرُكُمْ بِعِبَادَةِ الْأَصْنَامِ من قبل هذا الإشارة إلى القرآن فَإِنَّهُ مُصَرَّحَ بِبُطْلَانِ الشِّرْكِ فالآيةُ قرِّر وتقول إن القرآن الذي أنزل عليكم الآن يُقَرِّرُ بُطْلَانَ الشِّرْكِ هل عندكم كتابٌ من نبيٍّ سابق يُعارِضُ ما قرَّرَهُ القرآن أو أتى بحُجَّةٍ غير حُجَّةِ القرآن أو أثارةٍ من علم أي دليلٍ بيِّنٍ على هذا المسلك الذي سلكتموه قال مُجاهد أو أثارةٍ من علم أو أحدٌ يأثُر علما وقال ابن عباس أو بيِّنةٍ من الأمر وقال أبو بكر بن عياش أو بقيَّةٍ من علم وقال الحسنُ البصري أو أثارة شيءٌ يستخرجه فيثيره وقال ابن عباس وأبو بكر ابن عياش ومُجاهد أو أثارةٍ من علم يعني الخط وقال قتادة أو أثارةٍ من علم يعني خاصةً من علم وكلُّ هذه الأقوال متقاربة وتعود إلى معنًا واحد أي ليس لكم دليلٌ بيِّن قال ابن عرب رحمه الله حول قوله أو أثارةٍ من علم إن الله سبحانه وتعالى لم يُبقي من الأسباب الدالة على الغيب التي أذن في التعلُّق بها أو الاستدلال منها إلا الرؤيا فإنه أذن فيها وأخبر أنها جزءٌ من النبوة وكذلك الفال وأما الطيرة والزجر فإنه نهى عنهما وقال القرطبي رحمه الله عن هذه الآية هذه الآية فيها بيان مسالك الأدلة بأسرها فأولُّها المعقول وهو قوله تعالى قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ هذا دليلٌ عقلي وهو احتجاجٌ بدليل العقل ثم قال إيتوني بكتابٍ من قبل هذا أو أثارةٍ من علم فيه بيانُ أدلة السمع لأن الأدلة أيها الأخوة تنقسم إلى قسمين أدلة معقول وأدلة منقول أدلةٌ معقولة أو أدلةٌ منقولة ففي هذه الآية إبطالٌ لكل ما يدعون سواء كان بالدليل العقلي ليس عندهم دليلٌ عقلي يستندون عليه في شركهم وليس عندهم دليلٌ نقليٌ يعتمدون عليه في شركهم وكفرهم بالله عز وجل فهذه الآية قد أبطلت كل الأدلة التي ربما يتعلَّق بها لكن بقي عليهم دليلٌ واحد الذي دائما يستدلون إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّهَا التقليد التقليد أما استدلال حقيقي فليس للمشركين أي دليل هذه الآية أبطلت كل الأدلة التي يُمكِن أن يستدلَّ بها أهل الشرك على شركهم وقد جاء في الحديث كان نبيٌ من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذلك ذكرت هذا الحديث لأن بعض أهل العلم قوله أو أثارة من علم قال أنه الخط أليه الخطوط في الأرض وهذا الحديث في مسلم لكن أجاب عنه القاضي عياض بقوله الأظهر من اللفظ تصويب خط من يوافق خط النبي لكن من أين يُعلم من أين تُعلم الموافقة والشرع منع من التخرُّص والدعاء الغيب جُملة وبالتالي فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أو في هذه الآية أبطل أدلة المُشركين جُملةً وتفصيلًا أدلتهم النقلية وأدلتهم العقلية أصلاً ليس لهم أدلة وإنما دليلهم تقليد الآباء والتقليد لا يعجز عنه أحد هل التقليد يا أخواني دليل؟ لا ليس بالدليل ثم قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَضَلْ أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله أي ممن يدعو أصناماً ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لو ظل يدعو هذا الصنم ويكلم هذا الحجر إلى يوم القيامة ما أجابه يقول الله عز وجل لا أحد أضل لا أحد أضل ممن يدعو هذا الحجر الذي أصلاً ليس له الشرك في السماوات لم يخلق شيئاً من الأرض بل فضلاً عن ذلك لا يتكلم لا يسمع لا يبصر يعني ليس له أي مقومات أن يكون شيئاً فضلاً عن أن يكون إلهاً فضلاً أن يكون إلهاً يعبد ثم قال سبحانه وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ أي وهي غافلةٌ عما يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطُش لأنها جماد كما قال سبحانه وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً أي إذا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ أي كانت الأصنام المعبودة المُدَّعَات أنها آلِها أعداء لمن لعابديها إذ يتبرَّ بعضهم من بعض وقد قيل إن الله سبحانه وتعالى يخلُق الحياة في الأصنام فتُكذِّبُهم وقيل المُراد تكذيبُهم بلسان الحال لا بلسان المقال وسواء هذا أو تلك فهي أحجارٌ لا تضر ولا تنفع لا تسمع ولا تبصر وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ الضَّمِيرُ الأول للأصنام والثاني لعابديها والمعنى والأصنام التي يدعونها عن دُعائهم إياها غافلون عن ذلك لا يسمعون ولا يعقلون لكونهم جُمادات لكونهم جماداتٍ والجمعُ في الضميرين باعتبار معنى من وأجرَى على الأصنام ما هو للعُقَلاء لإعتقاد المُشركين أنها تعقل وهي لا تعقل فخاطبهم بما يعتقدون ثم قال سبحانه وتعالى وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ يُخْبِرُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عن المُشركين في كُفْرهم وعِنادهم أنهم إذا تُتْلَى عليهم آياتُ الله بيِّنات أي في حال بيانها ووضوحها وجلائها يقولون هذا سحرٌ مُّبين أي سحرٌ واضح وقد كذبوا وافتروا وظلوا وكفروا أم يقولون افتراه الضمير يعود لماذا؟ أم يقولون افترا محمد القرآن قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أي لو كذبت عليكم وزعمت أنه أرسلني وأنزل إلي هذا القرآن وليس كذلك لعاقبني أشد العقوبة ولم يقدر أحدٌ من أهل الأرض لا أنتم ولا غيركم أن يُجيرني منه كقوله سبحانه قُلْ إِنِّي لَيُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وقال في موضعٍ آخر ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين ولهذا قال قُلْ إِنِ افتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هو أعلمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيه تُفِيضُونَ فِيه من الإفاظة من الإفاظة في الشيء والخوض فيه والإندفاع فيه أي تخوضون فيه من التكذيب أي الله سبحانه وتعالى أعلم بما تخوضون فيه من تكذيبكم إياي وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أي فإنه يشهد بأن القرآن من عنده ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود وكفى بالله شهيدًا وكفى بالله سبحانه وتعالى شهيدًا وفي هذا وعيدٌ وشديدٌ لهؤلاء المكذِّبين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يدعون أنه يفتر القرآن ثم قال سبحانه قل ما كنت بدعًا من الرسل أي لستُ بأول رسولٍ طرق العالم بل جاءت الرسل من قبل والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فليس أول رسول حتى تكذِّبوه ويكون شيئًا مستغربًا عندكم قل ما كنتُ بدعًا من الرسل وما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم اختلف السلف والمفسِّرون في هذه الآية أو في معناها على قولين وما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم فقال بعضُ أهل العلم إنَّ ما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم في الآخرة لا أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم في الآخرة ومن قال هذا القول قال إنَّ الآية منسوخة بقوله عز وجل ليغفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر وهذه ليغفر لك ما تقدَّم من ذنبك في أي سورة؟ ها؟ في سورة الفاتح والفاتح سورة؟ مدنية وهذه السورة مكي هم يقولون إن هذه الآية نزلت في أول ها؟ في أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطئ يقول ما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم في الآخرة ثم نزل في آخر عهدي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر ولذلك لما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين هذا قد بيِّن الله لك ما هو فاعلٌ بك أنه غفر بك أنه قد غفر لك فما هو فاعلٌ بنا فأنزل الله ليُدخِل المؤمنين والمؤمنات جنات ليُدخِل المؤمنين جنات والذي وفي الصحيحين أن المؤمنين قانوا هنيئًا لك يا رسول الله فما لنا فأنزل الله عز وجل هذه الآية القول الثاني أيها الإخوة أنه ما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم المُراد به في الدنيا وليس في الآخرة قال الحسن البصري وما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم قال أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه قد علم أنه في الجنة ولكنه قال لا أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم في الدنيا أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي أم أُقتل كما قُتلت الأنبياء من قبلي لا أدري أيُخسَفُ بكم أو تُرمَونَ بالحجارة وهذا القول هو الذي عوَّل عليه ابن جرير رحمه الله فما رأيكم يا أخواني لا أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم القول الأول أنها في الآخرة القول الثاني أنها في الدنيا وأن المُراد لا أدري ما يُفعلُ بي إما أن أُقتل أو أخرج كما كانت الأنبياء إما أن يُخرجوا أو يُقتلوا ولا بكم كذلك أنتم إما أن يُرسَلَ عليكم عذاب أو يُخسَفُ بكم إلى آخره فأيُّهما أرجح الثاني يعني اتفقتم الثاني حسنت اتفقتم على الثاني وهذا هو الصحيح يا أخواني هذا هو الصحيح لأنه بقولنا في الثاني تكون الآية آية الأحقاف محكمة وليست بمنسوخة والأصل دائماً يا أخواني ألا نصير إلى النسخ في حال الجمع فالآية أخواني محكمة وليست بمنسوخة قال النحاس تعليقًا مُحَال أن يكون في هذا ناسخٌ ومنسوخ من جهتين يقول مُحَالًا نجعل الآية في الآخرة وإنما هي في الدنيا أحدهما أنه خبر وأنتم تعلمون أن الأخبار لا يدخلها النسخ والآخر أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ عليهم وتوبيخٌ لهم فوجب أن يكون هذا أيضًا خطابًا للمشركين كما كان قبله وما بعده ومُحَالٌ أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين ما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم في الآخرة وهو صلى الله عليه وسلم من أول ما بُعِث وهو يقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار فلا يمكن أن يكون القول أن يكون معنى قول الله تبارك وتعالى ما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم أنه في الآخرة وإنما المُراد على الصحيح أن المُراد به في الدنيا لا في الآخرة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو قُريشًا وهو جازٍ بما يدعو إليه فلا يمكن أن يكون النبي يدعو ولا يدري ما يفعل الله به ولا بهم هل يصيرُ هو للجنة ويصيرُه على النار ولذلك هذا القول ضعيف جدًّا أيها الأخوة والصحيح كما قلتُ لكم أن المُراد به في الدنيا وتبقى الآية مُحكمة غير غيرُ منسوخة إن أتَّبِعُ إلا ما يُوحَى إلي أي إنما أتَّبِعُ ما يُنزِّلُه الله عليَّ من الوحي وما أنا إلا نذيرٌ مُبين أي بيِّن النذارة وأمري ظاهرٌ لكل ذي لُبٍّ وعقل لكل ذي لُبٍّ وعقل ثم قال الله سبحانه وتعالى قُلْ أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم يقول الله سبحانه وتعالى قُلْ يا محمد لهؤلاء المُشركين الكافرين بالقرآن أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به أي ما ظنُّكم أن الله صانعٌ بكم إن كان هذا الكتاب حقًّا من عند الله سبحانه وتعالى وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله أي وقد شهد بصدقه وصحته الكتب المُتقدِّمة المُنزَّلة على الأنبياء قبل إذ بشَّرت به وأخبرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمَّته وأخبرت بما يدعو إليه فآمن أي هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل واستكبرتم أنتم عن اتباعه أي فويلٌ لكم أي فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه وَكَفَرْتُمْ أَنْتُمْ بِنَبِيِّكُمْ وَكِتَابِكُمْ إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين والشاهد اختلف فيها أهل العلم على أقوال منهم من قال أنه عبد الله بن سلام فقد جاء في الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقَّاس قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحدٍ يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه نزلت وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله وفيه نزلت وفيه نزلت وعبد الله بن سلام متى أسلم يا أخواني في المدينة والسورة قلنا أنها مكية والسورة قلنا أنها مكية فتكون هذه الآية على هذه الرواية نزلت نزلت في المدينة نزلت في المدينة على هذا القول القول الثاني أن الآية مكية القول الثاني أن الآية مكية طيب ما الجواب على قوله الحديث الصحيح وفيه نزلت وفيه نزلت أنتم تذكرون يا أخواني أن لما شرحنا في مقدمة التفسير ذكرنا أن أسباب النزول تنقسم إلى أسباب نزول صريحة وغير صريحة هذا السبب صريح ولا غير صريح غير صريح لأنه قال وفيه نزل ما قال حصل كذا فأنزل الله فيكون أن الشاهد أن عبد الله بن سلام ممن ممن نزلت فيه هذه الآية يصدق عليها أن يهو هذه الآية ولذلك وقال بعض أهل العلم إن الشاهد عبد الله بن سلام وهي آية مكية لكنها تضمنت غيبا حصل في المدينة حصل في المدينة وقيل إن الشاهد رجل من بني إسرائيل كان بمكة غير عبد الله بن سلام هذه الأقوال الثلاثة بمعنى أن الشاهد كان على وقت من على وقت النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال أنه عبد الله بن سلام وتكون السورة مدنية ومنهم من قال أنه عبد الله بن سلام والسورة مكية لكنها أخبرت عن غيب ومنهم من قال إنه رجل من بني إسرائيل كان في في مكة وقال الجمهور إن الشاهد هو موسى عليه السلام هو موسى بن عمران والآية مكية هذا القول الرابع نعم فيكون المعنى على مثله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي بالمثل التوراة والضمير يعود إلى القرآن أي جاء شاهد من بني إسرائيل بمثله وشهد أنه من عند الله تعالى وهذه المثلية هي باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ وإن اختلفت الألفاظ وقد رجح أن الشاهد هنا يا أخواني موسى بن عمران الطبري إمام فالسرير وهو الأقرب يا أخواني وهو الأقرب فتكون هذه السورة بجملتها مكية بجملة وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم نعم لا ما ينفي أنه نزلت في حكمه نزلت قال وفيه نزلت أي في حكمه وأن تعرف أن هذا من الأسباب يحتمل أنه كما قال الشيخ الأسلام أنه سبب نزول ويحتمل أنه أن الآية تشمله فهي تشمل طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه هذه من حججهم الباطلة يا أخواني يقول لو كان خير هل الإسلام هذا ما سبقنا إليه الضعفاء ونحن الصناديد أهل المعرفة والعقل يعنون بذلك بلالا وعمارا وصهيبا وأشباه مغرام من المستضعفين والعبيد والإماء وذلك أنهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة ولهم به عناية وقد غلطوا في ذلك غلطا فاحشا وإذ لم يهتدوا به أي بالقرآن فسيقولون هذا إفك أي كذب قديم أي مأثور عن عن الأقدمين فينتقصون القرآن وأهله فينتقصون القرآن وأهله وقلت لكم يا أخواني أن الأحقاف تشبه لحد كبير سورة الجاثية فهنا قالوا عن القرآن إفك قديم إفك قديم وردوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الجاثية أنهم يصروا كأن لم يسمعها أو يتخذها أو يتخذها هزواء ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن قبله كتاب موسى ومن قبله أي من قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماماً ورحمة وهذا كتاب أي القرآن مصدق لما قبله من الكتب لساناً عربياً أي فصيحاً بيناً واضحاً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين قال ابن عطية عند قوله تعالى لساناً عربياً اللسان محمد فكأن القرآن بإعجازه وأحواله البارعة يصدق الذي جاء به وهو قول صحيح المعنى جيد ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقد تقدم تفسيرها في سورة فُصِّلَت وهؤلاء قد جمعوا بين التوحيد والاستقامة جمعوا بين التوحيد وليس ربنا الله توحيد ثم استقاموا فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلون ولا هم يحزنون كذلك فالخوف الهم بما يستقبل والحُزن هو الهم مما مضى وقد يستعمل فيما يستقبل استعارة لأنه حُزنٌ لخوفٍ ما قال الشوكانيُّ رحمه الله في هذه الآية من الترغيب أمرٌ عظيم فإنه نفى الخوف والحُزن على الدوام والاستقرار في الجنة على الأبد مما لا تطلب الأنفس سواه ولا تتشوَّف إلى ما عداه ثم قال سبحانه أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملون أي الإعمال سببٌ لليل الرحمة لهم وسبوغها عليهم وقوله ربُّنا الله ثم استقاموا أي استقاموا بالطاعات والأعمال الصالحة وقال أبو بكر داوموا على الإيمان وتركوا الانحراف عنه قال ابن عطية وهذا القول أعمُّ رجاءً وأوسع ثم قال سبحانه وتعالى وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية الأولى التوحيد لهوة إخلاص العبادة واستقامة إليه عطف بالوصية بالوالدين كما هو مقرون في غير ما آية من القرآن قوله سبحانه وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال في آية أخرى أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وقد روى أبو داود الطيالسي عن سعد بن أبي وقاص أن أم سعد قالت له أليس قد أمر الله بطعة الوالدين فلا آكلوا طعاماً ولا أشربوا شراباً حتى تكفر بالله فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصى ونزلت هذه الآية ووصَّينا الإنسان بوالديه حُسنًا حملته أمه كُرْهًا أي قاسَت بسببه في حال حمله مشقةً وتعاب من وحامٍ وغشيانٍ وثقلٍ وكربٍ وغير ذلك ووضعته كُرْهًا أي بمشقةٍ كذلك من الطلق وشدَّته ولذلك كان رجل يطوف بأمه وهو حاملٌ لها على كتفين فرأى ابن عمر فقال له يا ابن عمر أرأيت أني قد جازيتها قال ولا بطلقةٍ من طلقاتها ولا بطلقةٍ من طلقاتها فحملها فالحمل فيه مشقة والوضع كذلك فيه مشقة وكم من الأمهات لفظت أنفاسها قبل تطور الطب عند وضعها لولدها ولا لا يا أخواني كثيرٍ من الأمهات تتعسَّر ولادتها قبل تطور هذا الطب فتموت من أجل قبل أن تضع جنينها ثم قال سبحانه وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا استدل بعض أهل العلم أن مدة الحمل ستة أشهر بهذه الآية لأن الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والحولين كم؟ 24 شهر كم بقي؟ ستة وقال الله سبحانه هنا وحمله وفصاله ثلاثٌ فصاله إيش؟ إرضاعه وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا قال عبد عطية رحمه الله وبرُّ الوالدين واجبٌ بهذه الآية وغيرها وعقوقهما كبيرةٌ من كبائر الذنوب وقال ابن عطية ذكر الحمل للأم ثم الوضع لها ثم الرضاع الذي عبَّر عنهم بالفصال وهذا يناسب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حيث جعل للأم ثلاثة أرباع البر وللربع للأب والربع للأب لأنه ذكر كم إيش؟ ها؟ أي لكنه ذكر هنا في هذه الآية الحمل والوضع والرضاع الحمل والوضع والرضاع ثم قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشدَّه أي قوي وشبَّ وارتجل وبلوغ الأشد قيل أربعين سنة لتفسير ما بعده حتى إذا بلغ أشدَّه وبلغ أربعين سنة وقيل ثمانية عشر عاماً وقيل ثلاثة ثلاثين وقال الجمهور ستة وثلاثون وقواه بن عطية ورأى أن الأربعين ليس تفسيرًا لبلوغ الأشد وإنما هو حدٌّ للإنسان في صلاحه ونجابته حتى إذا بلغ أشدَّه وبلغ أربعين سنةً قال ربِّي أوزِعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديِّي وأن أعمل صالحًا ترضاه أي في المستقبل وأصلِح لي في ذريَّتي أي في نسلي وعقبي إني تُبتُ إليك وإني من المسلمين قال ابن كثيرٍ رحمه الله هذا فيه إرشادٌ لمن بلغ الأربعين أن يُجدِّد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزِم عليها وقال الشوكاني رحمه الله ينبغي لمن بلغ الأربعين أن يُكثر من تكرار هذا الدعاء لمن بلغ الأربعين أن يُكثر من تكرار هذا الدعاء ثم قال الله سبحانه وتعالى أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ أي هؤلاء المُتَّصِفُونَ بِمَا ذَكَرْنَا التَّائِبُونَ إِلَى اللَّهِ الْمُنِيبُونَ إِلَيْهِ المُسْتَدْرِكُونَ مَا فَاتَ بِالتَّوبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ هُمَ الَّذِينَ يَتَقَبَّلْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ في أصحاب الجنة أي في جُملتهم وهذا حكمهم عند الله سبحانه وتعالى وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ أي هذا هو الوَعْدُ الصِّدْقِ الَّذِي لَا يَتَخَلَّف وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس ونقف عند الصنف الثاني وهو قول الله عز وجل والذي قال لوارديه أُفِّل لكما أتعدانني وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر